بسم الله الرحمن الرحيم الإقلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من خلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهر من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى من آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكو وإذ قال موسى لقومه وإن تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوع وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوا لنا إليه غذيب قالت رسلهم أفي الله شك مفاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسسطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله لقد هدنا سبلنا ولنصررن على ما آديتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعدن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهرك من الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن قاب مقامي وقاب وعيد واستفتحوا وقاب كل جبال عميد فيه ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجطعه ولا يكاد يسيره ويأليه الموت من كل مكانه وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبه على شيء ذلك هو الظلب البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشهده منكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنكم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما يقضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليل وأدخل الذين آمنوا أعملوا الصالحات جننات تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تبتي أكلها كل حين بإذن ربها ويطرق الله الأمثال للناس لعلم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجد السفن فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويقعب الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفره أحلم قومهم دار البوار جهنم يصلعنها وليس الغار واجعلوا لله أندادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما وزقناهم سراه وعلانية من قبل أن يكفي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفرك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشخص والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سأدروا وإن تعبوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لرعون كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيره زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نخفل وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الهبر إسماعي لو إسعاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتغفى الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار منطعين مقنع غروسهم لا يردد إليهم طرقهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب تعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مكرف وعده رسله إن الله عزيز ذو انفقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطرانهم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس وليندروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنع